حضر معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح مساء أمس الحفلة الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي بمناسبة عام زايد كما حضر الحفلة الذي أقيم في مسرح جامعة سوربون أبوظبي عصام توفيق السفير الفلسطيني لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الفلسطينية وأشهد معالي وزير التسامح بالعلاقة تاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات بالشعب الفلسطيني منوها إلى مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه ودوره الكبير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى